الإطار يرشح المستقيل والتيار يذكر بتغريدة انتبه أكو شيء اسمه ولادة متعسرة وأكو شيء اسمه جنين غير مكتمل ويبدو أن الاثنين ينطبقا على الحكومة اللي المفروض تتشكل قريبا شنو آخر المستجدات خلونا نتابع آخر مستجد حصل اليوم هو اختيار محمد الشياع السوداني كمرشح لمنصب رئاسة الوزراء بعد مسيرة ماراثونية وصراعات داخلية وتسقيط وتهديدات وتغريدات لكن برأينا هذا التطور مو معنى نهاية الموضوع وتصفير الأزمة الوضع مو بها السهولة اطلاقا إذا ادرجنا بمسار الأحداث فإحنا بدينا بمعركة كسر عظم بين قوى الإطار والتحالف الثلاثي حول موضوع الأغلبية والتوافق معركة استغرقت أشهر وانتهت بانسحاب الصدر من البرلمان لكن بنفس الوقت بقى السيد يضغط بشدة من خلال تغريداته ومواقفه وصولا لمرحلة تسريبات المالكي اللي هزت قوى الإطار وانطت للصدر فرصة لزيادة ضغوطه بالأحرى الإطاريين شعروا بالحرج الشديد وتسببت التسريبات بتعميق خلافاتهم الداخلية لدرجة أن البعض قام يحكي عن احتمال تفككهم لكن بالأخير قدروا يبقون متماسكين ويقدمون مرشحهم السوداني بعد انسحاب قاسم الأعرجي واللي قد يكون قراره جاء بتأثير غير مباشر من مزاج قوى الإطار نفسها ترشيح قوى الإطار لمحمد الشيع ما لقى قبول من قبل الصدريين لأن السوداني قريب من المالكي وراح يكون للأخير عرابة ومرجع السياسي هو من المستقيلين من حزب الدعوة وسبق أن رشح كممثل للحزب لذلك عدد كبير من الناشطين الصدريين اليوم شنوا حملة مبكرة ضد ترشيحها واعتبروه بديل عن ترشيح المالكي نفسه حسنا شن المتوقع للحكومة القادمة وفق السياق اللي نولدت بي المتوقع أن الحكومة أمامها تحديات كبيرة وملفات صعبة سياسية وأمنية واقتصادية وأهم تحدي أمامها هو إرضاء السيد مقتدى الصدر اللي صعب يرضى عن شي صعب يرضى عن شي وما زال يمسك بالعصى وينتظر أقل خطأ حتى يعاقب الإطار اللي حرمه من حكومة الأغلبية فضل عن الصدر هناك تحدي خدمي هائل كهرباء وجفاف ومشاريع متوقفة وموازنة وتعيينات إضافة للملفات الإقليمية الشائكة وقبل كل هذا هناك نقمة شعبية ويأستام من تحسن الظروف وأي حكومة تشكل ينظر إليها كامتداد للحكومات الفاشلة السابقة نجل الخلاصة عملياً على الحكومة القادمة الله يساعد أما الله يساعد حياة موالك اشتركوا في القناة مرحب بضيوفي الكرام الأستاذ وائل الركابي عضو اتلاف دولة القانون من بغداد والأستاذ غالب الشابندر باحث ومراقب سياسي أيضا من بغداد ومعي الأستاذ رائد فهمي سكرتير الحزب الشيوع العراقي أيضا من بغداد مرحبا بضيوفي الكرام أبدأ أولا مع أستاذ وائل الركابي حياك الله أستاذ وائل سؤالي إلك ليش السوداني؟ ليش مكان مثلا السيد قاسم العرجي؟ ليش مو المالكي؟ ليش مو الفياض؟ فضل بسم الله الرحمن الرحيم تحياتي لحضرتك ستاد عدنان ولمضيوفك الكرام ومشاهديكم الكرام حقيقة هذه خيارات الإطار وبالتالي توصلوا من أجل الاختيار الصحيح الاختيار الأمثل الذي ينسجم مع المرحلة الحساسة الحالية والتي ينتظرها جميع العراقيون وكذلك القبول المحلي والإقليمي والدولي على هكذا شخصية فضلا عن توافقهم بأنهم لا يرغبوا إلى القيادات من الخط الأول إن صح التعبير الذي من الممكن أن يتم من خلال الرفض أو عدم القبول أو الاستفزاز وهذه الأمور الأخرى وبالتالي تقدمت أسماء طرحت أسماء والأسماء التي انسحبت هي كانت بحريتها وتم التوافق على السيد السوداني والسيد السوداني من ضمن محاسنه المهمة التي أيضا لا تغيب عن الآخرين حقيقة لكن هو يمتاز بأنه من عراقه الداخل هو شغل أكثر من منصب وزاري لا توجد عليه مؤشرات بخصوص النزاهة لم يتقاطع مع أي طرف سياسي آخر فضلا عن كونه أنه هو الآن فعلا يمثل الحالة المستقلة لعدم الانتماء إلى أي طرف سياسي أو أي كتلة سياسية أخرى وبالتالي جاء التوافق على هذا التوافق كنا نتحدث أنه كان هناك إصرار لدى أعضاء دولة القانون لا أنه المالكي رجل المرحلة كنا نقول لازم نأخذ بنظر نظرة الآخرين بهذا الموضوع أنتم مصرين على أنه المالكي هو رجل المرحلة يعني إذا كان الخيار من قبل الإطار جميعا لأنه أستاذ عدنان أكوميزة في هذا الترشيح هذا الترشيح لا يعتبر إلى كتلة معينة من قبل الإطار الإطار بشكل عام فبالتالي إذا كان السيد المالكي هو خيار الإطار حينها كنا نقول أنه هذا هو الخيار الذي ارتأته قادة الإطار ويمضي لكن نتيجة الحوارات وتكثيف الحوارات والاجتماعات أنه اعتبروا هذه الطبقة هي طبقة راعية أبوية هي الطبقة التي تستطيع أن تدعم بكل ثقلها وما تملكه من خبرة سياسية إلى كل المرشحين الجدد وأعطيت هذه الفرصة بس خلينا أسأل شيء الآن رد الفعل الأولي رد الفعل الأول لجمهور التيار الصدر هذا السؤالي لأستاذ غالب يعني هذا هو ظل المالك أستاذ غالب الشابان هل يمكن وصف السيد محمد الشيح السوداني بأنه ظل المالك تفضل شكرا جزيلا مرحبا بك ومرحبا بالضيفين الكريمين والمشاهدين إلى حد ما نعم إلى حد ما نعم لأنه هو محسوب على حزب معين وإن كان هو حزب استقال إطلاقي وهذا ما موجود بالعمل السياسي فإلى حد ما شنو خيارات الإطار غير برأيك استاذ غالب شنو خيارات الإطار غير اختيار السوداني شعندهم خيارات أخرى شوف 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 راح أقول لك فريد شيء اختيار السوداني هو من لا شارع لأنه ما معقول خلال هالفترة طويلة هاي من نقاشات الإطار وحوارات الإطار وشقاقات الإطار لم يتفقوا ما اتفقوا على واحد أما الاتفاق على السوداني يبدو إلى أنه كحل نهائي جاء نتيجة الفشل في إيجاد شخصية أخرى يعني هو حل لا شارع ما نحتاج لا شارع المرحلة ما تحتاج اختيار لا شارع نحتاج حكومة ممكن تنقذ البلد في هذه المرحلة من لا شارع ما تمشي الجواب على هذا السؤال الجواب على هذا السؤال هي مو قضية يعني طبعا لا أريد أن أبرأ جماع آخرين هو الطبق السياسي هذا الطبق السياسي الآن إنه اختياراتها مو قامة على حل مشاكل البلد وعلى رؤية سياسية للبلد وبما يمر به البلد وإنما قام على إرادات تتفق فيما بينها على مصالحها بالدرجة الأولى ولذلك في الحقيقة ليس من المستبعد كثيرا إلى أنه يكون الاختيار على شخص بمواصفات حل مشكلة البلد وإنما بمواصفات شخص يراعي الآخرين ويعطيهم ما يريدون بحد ما لا بس يا واش استاذ غالب سواء كان سواء كان سواء كان سواء كان بس أرجوك بس خلنا نتحدث بواقعية خلنا نتحدث بواقعية وين أكو رجل لدى قوى الإطار التنسيقي يكون بمستوى حل مشاكل البلد وين أكو رجل لا يعترض عليه من قبل التيار الصدري وماكو تغريدة من صالح العراقي وين هو أردى أقول لك بهذا الشكل لا اسمح لي شوف يا أخي عدنان لو كان هؤلاء مخلصين للعراق بشكل خاب بشكل يعني ولو بنسبة معينة كان يمكن اختيار شخص من خارج هذه الأطر الحزبية والأطر الطائفية والأطر المحاصصة لا يوجد أباقرة في العراق يستطيعون أن يطرحوا رؤى سياسية عميقة وكذا الشخص الذي يأتي من داخل الاختيار سواء كان صدريين أو أكراد أو تركمال أو سنة أو شيعة هو شخص يرضي مو المكونات ولا الشعب العراق وإنما يرضي الإرادات التي تتحكم في العملية السياسية هذا الموجود أخي العزيز أحيث نكون صريحين أبتهم بس أقول يعني هو مو خروج من المأزق يعني اتفاق قوة الإطار على السيد السوداني مو خروج من المأزق وخليني أسأل هذا الشيء لأستاذ رائد فهمي الصوت واضح أستاذ رائد ممكن 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 خطوة إلى الأمام لا شك في ذلك ربما لكنها خطوة لا تزال قيد قيد التردد وقيد الاحتمالات كثيرة يعني أنت شوية أبو عمار أنت شوية ما مقتنع بالخطوة بس خلينا أخذ رأيه أستاذ رائد فهمي يعني اختيار يعني ما مقتنع بالخطوة بس هي من حيث بالتجاه العام هي خطوة يعني خلينا أسأل رائد فهمي له أبو عمار خلينا أسأل أستاذ رائد أستاذ رائد حياة كله بعد ما عالجنا الصوت وياك أقول هذه الخطوة يعني أبو عمار يقول هي من لا تشارة البلد ما محتاج من لا تشارة يعني البلد محتاج حكومة ممكن تنقذها من هذا الوضع المتردي لمربي أستاذ رائد شون تشوف هذه الخطوة نعم تحياتي لك وطيوفك الكراوي جميع طبعا هي خطوة بالتجاه تفقع الترشيح ولكن ما بين الترشيح وما بين التكريف أكو جملة من الشروط لازم تتحقق يعني اتفاق أطراف الإطار ويبدو أنه حتى الأطراف ما تم بشكل سلس يعني يكون أطراف تحفظت ويعني ولو إجماع بس مو أما أكو عليه قسم مكان جاسه النقطة الثانية لازم يحصل موافقة الآخرين يعني أطراف الأخرى وإننا موقف السيد الصدر والتيار الصدري مهم مهم جدا ليش مهم ليس فقط لأنه سيقولك هو خارج البرلمان يعني ليش حيأثر لا لأننا أعتقد أولا موقفها حيأثر على أي حظوظ ممكن أن تمتلكها الحكومة القادمة يشكلها سيد السوداني في أن تستير وتعتقد ممكن السيد مقتدع يوافق على السوداني أستاذ رائد ممكن يمنح المؤشرات الأولية يعني خلال شاستصال عن المؤشرات يعني خلال الساعتين سمعنا يعني يبدو يصل على التغريدات من خبل وزير محمد صالح العراقي يعني توحي مو كل شرطة يعني بيها نوع من تعليقات بيها سخرية ولكن السخرية إلى دلالة وكأنه تربط بالسيد المالك يعني وكأنه ها لا هو سبق هذا الاعتبار يواش أستاذ رائد سبق وأن صالح محمد العراقي بـ 2012 2019 كتب تغريدة انتبه لا ايئا هذا قضي لا شياع لا شياع إلا للشعب فقد شاعة وشاعة نور الثوار لا بحر إلا بحر بحر العلوم فمعناته يعني سبق أنه مستثني معناته مستثني سابقا معناته معناته سابقا ذاكر اسمه فقصد إذا كان الموقف سلبي يعني ما يقبله واني يعني مواشرات الأولية متوحي انه قبلها بس ما قولك ما ما كو صراحة بس يبدو فأنا اعتقد إمكانية انتقال إلى التكريف حصي صعبة النواب والكتل السياسية حتى أخذ برضا الاعتبار إذا بالبداية قبل من نروح نمضي قدما بالحديث عن الحكومة القادمة وامكانية نجاحها وفشلها أساسا التكريف يجوز ما يمشي هذه نقطة أولى النقطة الثانية على افتراض انه يمشي على افتراض انه يمشي هناك مشكلة هي بآلية التوافقية يعني قبل ما تكون للأشخاص آلية التوافقية هي اللي كان السبب وراء فشل الحكومات المتتالية وهي تحدد التوافقية يعني تعني حترسم حدود معينة ومساحة معينة لحركة رئيس الوزراء ما كان حر وبالتالي تقيده فهي على افتراض انه رئيس الوزراء عنده رغبة وعنده إرادة وحاف ترضى كل هذه فرضيات فهو حيصطدم في التنفيذ بالمصالح للأطراف التي رشحتها منه رئيس وزراء من 2003 ولحد الآن كان حر استاذ رائد أكو عندنا رئيس وزراء حر ما حد ما حد منه حر ما حد منه حر هذه درجات مختلفة الجوز المالكي في حين يعني يعني منكبم أكثر حرية من غيره بحكم آنذاك يعني هو كان يشكوه وتذكر حتى المالكي كان أيضا يقول أني كذا ولازم راعي ولازم راعي الآن اختلفنا لأننا نتحدث وراثماء سنة تبطع سنة لأزمة فاقمة أزمة بلد أزمة يعني تصدعات فلذلك اللي نقول قصدي الآلية النفسة هي تحمل بذور بذور الفشل إذا جهاز التعليم هو خلال هاي ساعتين استاذ رائد اللي تحدثت عنها ردود الفعل المواقع القريبة من التيار الصدري بدوا يعني ومصلح العراقي النشر يعني يتحدثون أنه هو ظل المالكي خلي أتحدث بهذا السؤال لستاذ وائل الركابي يعني خلاص الآن بدأت الصدريين بدأت الآلة الإعلامية الصدرية يتحدثون عن أنه السيد السوداني هو ظل المالكي ماذا سيستقبلون الإطاريين هذا الرد استاذ عدنان يعني أولا علينا أن نعرف شيئين حقيقتا الشيء الأول هو عدم موافقة التيار الصدري على شخصية من الإطار يعتبرونها أنها غير حسنة مثلا هذا لا نستطيع أن نقول أنه سيفقد هذه الشخصية قيمتها الحقيقية وكذلك هذا الرأي مقلوب بالعكس يعني رأي الإطار بشخصية في التيار الصدري أو أي كتلة سياسية أخرى بأنه غير جيد هذا أيضا لا يفقد تلك الشخصية حسناتها إن كانت قادرة فعلا على تقديم شيء هذه من ناحية الناحية الأخرى أنه لحد الآن نحن نبتعد كثيرا عن السوشال ميديا وعن التغريدات نريد موقفا رسميا لذلك أنا من الأشخاص الذي كنت أعتقد ولا أزال متيقن أنه ما كان للإطار أن يجازف بإعلان مرشحه إن لم يكن واثقا أن هذا المرشح يحظى بقبول محلي وإقليمي ودولي وبالتالي عن ما أقول محلي يعني كل الأطراف بما فيهم التيار الصدري التيار الصدري أتصور أنه سوف يعترض بعد أن تولد الحكومة وبعد أن تشكل الحكومة وبعد أن يبدأ نتاج الحكومة إن صدر منها ما يرضي التيار نحو إصلاحه ونحو متبنياته أتصور أنه سيحظى بدعم من التيار فضلا عن كل الأطراف الأخرى أما إذا فشل فبالتأكيد حتى جماهير الإطار سيطلبون أن تغير هذه الحكومة حصل إختار إبلاغ إعلان التيار الصدري لسيد مقتدى أنه الإطارين سيختارون السيد السوداني لا علم لي بهذه التفصيلة لكنه أنا ذكرت لك بشكل عام أنه لا يمكن أن يبتعد الإطار عن رؤية الاعتراض لربما التي سيفاجعهم من قبل التيار الصدري لذلك هذه الخطوة قد تكون اتخذت في السر وقد تحدثوا مع أطراف أخرى قد يكون لكن أنا متيقن من أن التيار الصدري لن يعترض على شيء لم يولد بعد وخاصة أن السيد السوداني لديه علاقات قوية جدا وعلاقات حميمية مع كل الأطراف سواء كان التيار الصدري أو بقية الأطراف الأخرى لدينا أتصور أنه خلال يومين أو يوم الخميس القادم لربما عقد جلسة لإنفرنا ممكن هذه المقبولية أنه السيد محمد الشاعر السوداني لم يؤشر عليه شائبة فساد لم شخصيته مقبولة شخص غير متطرف علاقاته جيدة ممكن تشفع إلى أستاذ غالب الشابندر ممكن أنه سيد مقتدى لا يعترض عليه مثلا وتمشي هذه الحكومة لا أعتقد أنت شين القصة اليوم شو إجاباتك مختزلة و شو شو الموضوع لا أنت مو قلت هي هو سؤالك بين نعم أو لا أنا 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 قلت اللي أعتقد أن أنا قلت صحيح أه أنت قلت لا الجواب عليه نعم أو لا إيش نسوي لك فأنا اللي أعتقد اسمح لي أخي عزيز خلا آه آه اللغة العربية استاذ وائل لا تكيف اقتيار السيد السوداني كما تفضل الأخ العزيز الوائل أنه جاء نتيجة هذا الاتفاق الدولي واتفاق قليمي واتفاق داخلي بدليل أنه تأخر لتسعة أشهر أو ثمانية أشهر كان بالإمكان أن يكون هذا الاختيار قبل ثلاثة أشهر قبل أربعة أشهر قبل خمسة أشهر قبل شهرين لكن يبدو إلى أنه الإطار عجز أن يأتي بالمالكي وعجز أن يأتي بشخص هو من لب التنسيقية يعني عمود فقري بالإطار التنسيق لذلك ألجأ إلى محمد الشاع السوداني وإلا كان لازم الاختيار من الزمان هذا واحد الشيء الثاني أخي العزيز أنا أكرر 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 أن الخلاف ما بين السيد المالكي والسيد مقتدن صدر هو خلاف بنيوي هو مو خلاف فقط شخصي شخصيتين كل واحد له تفكيره الخاص إلى رؤية الخاصة ثم هناك عدم ثقة متبادلة بين الطرفين أنا إنسان بالتحليل السياسي واقعي مو رغائبي أنا مو رغائبي هناك فجوة هو من أول يوم ظهرت طلع أنه واحد سوداني وظل وكذا من أسوالي فهذه بداية لما هو لا سمح الله ولا أقدر هذه بداية لما هو أكثر تطرفا في الموقف باعتقادك يقدر السوداني يقنع السيد مقتدى بأنه ليس رجل المالكي ما لا علاقة بحزب الدعوة يقدر يقنع السيد مقتدى بهذا الشيء؟ لا 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 يستطيع بعد لا تجاوبني لا أو نعم أو إي استرسل لا يستطيع أخي الأخي العزيز السيد الصدريون وكثير من الشارع يعتقد إلى أنه السيد الأخي العزيز محمد السوداني اللي أنا لا بالتقمي ولا كذا يقولون أنه ظل للمالكي هذا الشارع والآن هي التغريدات الصدرية في هذا الشكل ثم أقول لك على التغريدات الصدرية التغريدات الصدرية دائما حسب رأيي تخرج من مركز أساسي أساسي إعلامي محكم وعليه رقابة صدرية حازمة وحدة التيار الصدري ملظم تنظيم دقيق ملظم تنظيم حديدي لينيني استاليني مرتب بالداخل ولذلك أن هذه التغريدات مهينة هذه التغريدات مرتبة لتمهيد لما هو أكثر لذلك أنا أعتقد إلى أنه مع بعض أتمنى إن شاء الله أنه السيد الأخي السوداني أنه ينجح في مهمته وينجح ولكن أعتقد أنه سوف يلتق سوف يصدد بكثير من العوائق ثم مثل ما تفضل الأخي العزيز الأخي فهمي هي مو خضية تكليف فقط يعني الإنجاز وشون راح يصد يتكلم مثلا حميقة ومعقدة وتدخل بها كثير من العوامل التي هي أقوى من السوداني وأقوى من المختدى الصدر وأقوى من الحلبوسي وأقوى من كل هذه الطبقة بس أريد أن أعرف رأيي القوى المدنية الليبرالية القوى المستقلة حتى التشرينية يعني سبق وأن رفعت صور السيد السوداني في ساحات تشرين سبق وأن رشح أستاذ رائد فهمي يعني خلينا نتحدث عن هذه القوى بعيدا عن قوى العطار ورأي السيد مقتدى كيف تلقت هذه القوى برأيك الترشيح السيد السوداني والله شوفوا إحنا الجوهر الحقيقة الخلاف هو مكان أساسا بعض الأشخاص الأشخاص جزء بالعملية العملية يكون خلاف يكون اعتراض حقيقي على مجمل العملية التوافقية هذه العملية التوافقية وطريقة الاختيار واشتراطاتها ومحدداتها هي السبب في فشل العملية السياسية وفي فشل العامل عندما نشيدها البلاد والأزمات والكارغة فهذا الترشيح السيد السوداني غض النظر عن الشخص وهو الشخص محترم أنا أعتقد بشكل عام ولكن هي نتيجة هذه العملية وبالتالي هي ذات العملية المتسببة في كل هذه المسارات وفشل الحكومات المتتالية فكيف يمكن أن تخرج بشيء آخر جديد قادر أن يواجه هذه التحديات الكبيرة في حين البلد والحركة الاحتجاجية والمدنيين والحاجة الموضوعية تدعو إلى تغيير المسارات إلى قطيعة مع الناج السابق وإذا بهذه العملية هل السيد السوداني بغض النظر الآن نحن افترض أنه يمشي قادر على أن يسير بطريق غير الطريق السابق خارج المحددات خارج القيود هذا السؤال ماذا احتقادك أنت أستاذ راه أنا أعتقد صعبة خلنا نقول معاذلة الآن إذا هو يريد يعني يقدم شيء لازم يسوي إصلاحات حقيقية يعني لازم يصدم بالفساد ومنظوماته عنده مشكلة السلاحة وجماعة مسلحة عنده مشكلة اتجاهات السياسة الاقتصادية عنده مشكلة مشكلة البطالة والقضائل الاقتصادية في كل هذه المسارات إذا يحقق إنجازات حقيقية حيصطدم بمصالح ترتبط ببعض قوات إطار شون رأيك برأيي أنه أصلا اختيار السوداني جاء للحفاظ على وحدة الإطار التنسيقي من التفكك وبالتالي كيف معناه لازم يرضي هذه المصالح وهذه المصالح أنا برأي بمجموعها يعني عناصر كثيرة منها هي تصطدم وتتعارض مع متطلبات التغيير تتعارض مع متطلبات محاربة الفساد تتعارض مع متطلبات تعزيز مكانة الدولة وقدرتها على حصة سلاح بيد الدولة وحتى تتعارض مع تعقيق سياسات تنموية حقيقية وتنوية القاعدة الاقتصادية فهذه المحددات الكبرى إذا أراد أن يتجاوز فمن أين يجي إلى السند لازم يجي إلى السند من خارج قوة الإطار بحيث يقدر يتغلب من المقاومة ومن القيود التي تفرع عليه من يجي من القاعدة الشعبية من القوى الأخرى سؤال سريع أرجوك سؤال سريع وأنتقل أستاذ وائل برأيك شنو راح يختلف السيد السوداني عن السيد الكاظمي شنو راح يختلف يعني من البداية كان الصوت وي رائد أستاذ رائد السؤال لحضرتك أستاذ رائد تسمعني الصوت وي مشكلة خلي أروح لأستاذ وائل وأسئلة ذات السؤال يعني شنو اللي راح يختلف بين فترة السيد الكاظمي وبين يعني من حقنا نقارن بهالشكل هذا شنو اللي راح يختلف بين السوداني والكاظمي يعني أنا ما أنا أنا ما رد أدخل بالمقارنة كشخص إلى شخص لأنه حتى ما أدخل أدخل نفسي في متاهات هذه حريات شخصية وكل من يميل أو يرغب إلى طرف دون آخر لكن على الأقل أنه اللي خلينا راح نشوف هو النتاج وقلت لك أنا اليوم ما أستطيع أن أحكم على شخصية مجرد أن بعده وتم إعلانه واختياره لمنصب حساس في ضرف حساس السيد رائد تحدث عن سلاح منفلت عن جانب اقتصادي عن رؤية سياسية عن محاربة فساد طيب هذني كلهن شقد تريدي يعني السوداني بشهر يقدر يكمل هذني كلهن لو تنطي فرصة غير أول مرة ننطي نشوف خطواته أزاء تنفيذ هذه الأمور التي يفترض أن فعلا يجب أن نرى أن هناك الخفاب في انتشار السلاح هناك حصر السلاح هو الكاظمي انطانا هو أنت فرصة نفس الكاظمي يعني 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 الكاظمي بس استلم الحكومة وورا كم شهر راح انصدم مع الفصائل بالبعيثة مو صحيح باقي قوة الإطار صار هو راح جابهم هم وهذه وحدة منه شوف هذه وحدة من القضايا اللي احنا نقول لا لا أخوه السيد الكاظمي اولا انا اتحدث عن دولة القانون دولة القانون رافضة لحكومة السيد الكاظمي ولم تصوت عليها ولم تشترك معها اصلا جملة وتفصيلا لكن اتحدث عن اداء الكاظمي بشكل عام لم يستطع ان يوفق للأسف الشديد لم يعمل في البعد السياسي الحقيقي استطاع ان يحول البعد السياسي من منطلق مخابراتي استاذ وائل من منطلق مخابراتي بس يواش حكومة الكاظمي تم تمريرها في مجلس النواب وحكومة السوداني اكو زعم بتمريرها في مجلس النواب حكومة الكاظمي محسوبة على من وحكومة السوداني يراد حسبها على من هل حكومة السوداني محسوبة على المالكي مثلا لا أبدا مرشح للإطار والإطار جميعه بكل كتله سيسعى إلى تمرير حكومة السيد السوداني بالتشارك والتوافق مع الكتل السياسية الأخرى التي أعطت وعوداً ولربما رحبت لحد هذه اللحظة حسب معلوماتي كل الأطراف السياسية بما فيهم الحزب الديمقراطي وافقوا ورحبوا بهذه الشخصية وخيار حكومة إطار حكومة سوداني حكومة إطارية أهم مفصلين تواجهها أي حكومة اليوم بالبلد هي حكومة السلاح المنفلت الميليشيات والفساد أبو عمار الفساد والسلاح المنفلت طعيس نعم توسيت شيء خلنا أقول لك فريد شيء لن يستطيع السيد السوداني أن يتقدم خطوة واحدة في مواجهة هاتين المشكلتين لعدة أسباب سبب الأول لأن السلاح المنفلت هو سلاح مرتبط بالخارج وليس مرتبط بالداخل والشيء الثاني لأن الفساد لأن الفساد هو موجود داخل الإطار وداخل التيار الصدري داخل القوى السياسية كلها هو موجود داخل القوى التي جاءت به فكيف سوف يواجه هذا من الصعب جدا أنا خايف من شيء إلا تسمح لي ثقوة أعتقد أنا خاف أن مجيس السوداني سوف يعيد عزلة العراق الإقليمية شغل هذه قضية خلي بالها السوداني خليها خليها أخويا أمحمد أقول لك فرد الشيء احذر أن ترجع بالعراق إلى المربع الأول من خلال لماذا الكاظم يفق هذه العزلة مثلا هذا واحد تقريبا تقريبا لعنة الله على كل من ينحاز من قبلي أنا ولكن أحكي لك الواقع الشيء الآخر اللي مو أوصل بي لأنني لا نبي ولا كذا أقول لي احذر أن تقلل من قيمة الجيش لحساب قوة أخرى هذا للسوداني محمد توفيق محمد السوداني انتبه لي فارع أنا علمك وأطيك شيء لأنني خبرة به القضية أكثر منك احذر احذر أن ترجع بالعراق إلى المربع الأول من حيث علاقاته بالبحيط الإقليمي ويحذر أن تقلل من قيمته وتقلل مما أعطاه الكاذب للجيش بالقوة وهيبة بس بس أرجوك شنو مردودات أنه الكاظمي فك عزلة العراق وانطقيمة للجيش وين ملموسات هاي الأشياء بس شون يصير اسمح لي في زمن الكاظمي وهي زمن الكاظمي اللي هو عميل أمريكي عند الأخوة الإيطاريين هاي عميل أمريكي وجاسوس وبيوسبوكي أصبحت بغداد هي محط التقاء السعودية وإيران أو شنو أو شنو جيب الياب بعهد المالكي على كيف خليتفهم خليتفهم الشيء الأخر هسه انفتاح يشوف أخي العزيز باتفاق الآراء حتى الإيطاريين ينعرفون حتى الغير إلى أنه حتى برحيم الصميدعي اللي هو إيطاري وصير أكثر من اللازم قال إلى أنه من جملة الأمور اللي حققها هو انفتاح على العالم العربي أو خلي العالم العربي الفتح على العراق من شكل معين هسه بها مصالح بها كذا أخاف إلى أنه حكومة السوداني تعيد العراق ونحن إذا عانينا من الحصار ترى بعد ما يبقى شيء يعني هذا واحد أما السلاح المنفلد فلا السوداني ولا الكاظم يقدر له ولا المالك يقدر له لأن السلاح المنفلد مرتبط بقضية ثورية وعقائدية وإنها علاقة بشيء وإنت تعرف أكثر من غيرك لذلك بس أنت قل لي هل شو قل لي قل لي حتى ينجح مثلا إذا شكلت الحكومة إن شاء الله حتى ينجح هذا شيء سوي يعني خلالي ثلاثة شهر الأولى خلالي ثلاثة شهر الأولى ثلاثة شهر الأولى إذا لم يحقق إنجاز كبير يسقط ينتي هذا هذا إنجاز إذا هو ينعمة سياسية قوية أبو عمار خلينا ننطف فرصة لإستاذ رائد لا يزعل علينا أقول أنه هذا الكلام هذا الكلام كنا نقوله عن جعفري وأياد علاوي والمالكي والإعباد وعادل ثلاثة شهر الأولى هو من يلزم السلطة أستاذ يا من يشلعه أبو عمار يا من يشلعه أستاذ رائد تتخيل أنه السيد السوداني إذا استلم الحكومة ممكن يعمل على ملف السلاح المنفلت على ملف الفساد الذي هو أهم ملفين وأهم خطرين يتعرض لهم لأي حكومة تفضل أنا أعتقد هو يدرك هو شخصيا يدرك الحدود التي يقدر أن يتحرك بها في هذين الملفين يعني أولا نحطه بالفساد أنا برأيي أنه يعرف جماما أنه لا يقدر أن يقضي على منظومات الفساد ولا على شباكاته وربما سيجعله لفد هدف متواضع يقيد الفساد أو يحدد من الفساد أو يمنع الفساد الجديد يعني يعني يسوي لجنة أبرغيف جديدة مثلا لا يعني ما هذه الطريقة بس يعني هذا اللي ما يمكن مهود أقول لك يعني هذه حكومة التوافقية وارتباط المصالح منظومات الفساد بالأحزاب والقوى المتنفذة هو القيد أما تتصدم إياهم مصطدام قوي جدا إراد لقوة سياسية كبيرة من أين له هذه القوة السياسية لأنهم القوى كلها ما ستدعمها أما يكون مرشح شعبي ويكون ويقدر يحط الآخرين بحد يقدر يتغلب لحد الآن ما متوفر ما متوفر حد الآن عندما يكون خلف الإطار التنسيق أستاذ رائد هذه قوة كبيرة لا ما هيكون نيابها الإطار ما هيكون نيابها لا لا الإطار ما هيكون نيابها لأن نشوف هو إلا يكون نياب إطارها هو كان المفروض كإطار وهو دي شكل كتلة كبرى المفروض هو يطلح برنامج الإطار ويقول هذا البرنامج والحكومة اللي أنا هشكلها باعتبار هو حسن الكتلة الأكبر يفترض أتطبق هذا البرنامج بعد تفاصيل على موض يضطي التزامات لنفسه هو ما هو التزامات هذه الحكومة هسوي برنامج وحيتعامل بهالبرنامج يضطي موافقة ينشع عليه بس هل هو السلاح المنفل أقصى ما يمكن أقصى ما يمكن يسويه وإذا سوا يقدر يحفظ العلاقات ما بين ما بين الجماعات المسلحة أولا الخارج الحشد إذا قدر يحجمه والحشد يطبع يعني علاقاتين الضموية الجايش بهذه الأمو بهذه الحدود المعينة يعني أكثر من أما أن يوقف بعض الجماعات المسلحة يعني مثل جوز ما قال أستاذ غالي قسمنا يعني تقف وراء خوة كبيرة ولا يمكن أن نقطة أنه ما يمكن أن تقف وراء القوة السياسية التي رشحته لا يمكن أن تقف وراءه في أي توجه جدي لإيجاد معالات جذرية لأنهم معدلهم مواقف معلنة ومعدلهم يعني ما يردون يغيرون هذه المعادلة بشكل جدي أما بالنسبة للفساد أنا بتقديري الفساد الكل متورط بي وإذا أي هجوم أي ملف حقيقي حيخليك مواجهة سياسية ويخله على صفحة وحتى الكاظمي للعلم الكاظمي من نفس الشي هاي قضية كبيرة هاي رادلها إرادة سياسية وقوة سياسية وبعدين يقول الحكومة ما هيشكلها هل هيشكلها من قيادات سياسية سياسية فاعلة موثرة أم هيشكلها من عناصر بكنطات أو مهنيين بس عندي سؤال عن حصة الشيعة بالحكومة المقبلة بس قبلها خلي أسأل أستاذ وائل يعني كيف ممكن السيد السوداني يواجه السلاح المقاومة اللي هو سلاح قريب جدا من قوى الإطار التنسيقي يعني الصدر يدعو إلى نزع هذا السلاح هذا السلاح يشكل عبئ كبير أمام كل حكومة وطنية شرعية شون تواجه هاي الدول وهي سلاح مقاوم شون رح يتعامل مع شيء قيس الخز علي مع أبو آلاء الولائي مع مع أبو فدك مع الكتائب كل الفصائل المنظوية تحت عنوان أيئة الحجد الشعبي فإنها فصائل ومؤسسة عسكرية ستكون عائديتها وتبعيتها إلى القائد العام للقوات المسلحة الذي سيأخذ هذه الصفة كونه رئيس مجلس الوزراء وبالتالي أمامنا سلاح منفلة آخر خارج هذه الهيئة هذه الهيئة قبل يومين حضر ذكرى ولادتها الثامنة السيد الكاظمي وبالتالي لا نستطيع أن نحاول أن نبعدها عن المؤسسة العسكرية كمؤسسات أخرى عسكرية أنا أتمنى على ضيفيك الكريمين أن يجيباني عندما يأتي دورهما هل رئيس الوزراء لو كان من غير الإطار قادر على حل هذه الإشكاليات كلها الآن التي يطرحها أستاذ رائد ويطرحها أستاذنا الكبير أستاذ غالب بأنه فساد لا أستاذ أنا أجاوبك ليش يجاوبك الضيوف أنا أجاوبك يعني إذا كان أنا أتبرع لا أمور لأنه أنت على أساس يفترض أن تكون معتدل معتدل يعني حتى تحافظ على مهنيتك بس يا واش خليه عوف على مودك على مودك لا أستاذ عوف لمودك أي أي رئيس وزراء اليوم يجي يخالف قوة الإطار أستاذ يروح شلون هي هاي المثل خافة أقول شاط مدري شنو عيب يعني يعني حل العراق يعني حل العراق أن نشيل الإطار كله ونطلع بره لون غرق بالبعض لا هي المشكلة إذا هو يريد يسوي حكومة ما مرضي عنه إذا يجيبون رئيس وزراء من خارجه وراح يفشل الإطار يعني مو هذا حديث إذا ضمن يعني الاستلطاف والنكتة نعم مقبول لكن أقول هي مهمتين استاذ وائل الفساد والسلاح المنفلت يعني أقول لك اي صحيح اي صحيح هذه نقاط حساسة لكن هذه النقاط يعني قد تكون بدايات لها مدلولات ولها نتائج في الأشهر الأولى يعني من خلال اختيار شخصيات من خلال الحد من منظومة الفساد اختيار طرق حقيقية واقعية للحد من استشراء الفساد هسا استاذ رائد يقول الإطار المفروض أنه حكومته ويسوي له برنامج حكومي نعم استاذ رائد الإطار لديه برنامج إن شاء الله يكتمل ويقدم كون هذا المرشح هو من قبله ويقدم لهذه الحكومة لكي تمضي نعم يتم التصويت عليها طبعا البرنامج بالبرلمان عندما يكلف السيد السوداني برئاسة الوزراء اليوم الإطار هو من يتحمل مسؤولية النجاح أو الفشل والكل متربص إله وعندما يفشل محمد الشاح السوداني لن يفشل على شخصه فقط لا سيفشل الإطار كله فبالتالي الإطار اليوم جاد فعلا في عملية إنجاح الحكومة لكنه الأدوات الأخرى السياسية الديمقراطية السيادة غيرهم يعني يحتاجون دعم هذه الحكومة أستاذ وائل بسطين فرصة لأنه عندي وقت قليل جدا المتبقي حصة الشيعة بالإطار التنسيق بالحكومة المقبلة منه رح يأخذها عندنا السيد الحكيم يقول أنا ما رح أدخل بالحكومة العامري لا يشترك بالحكومة العبادي يعني حصة الشيعة في الحكومة المقبلة ستكون لسيد المالك فقط ليش شنو ليش بس سيد المالك ولو أنا لا علم لي حقيقة لا علم لي في هذه الموضوعة أبدا كيف ستبدأ لكني أعتقد حسب الاستحقاقات الانتخابية ولربما هذا يشمل حتى التيار الصدري طيب أستاذ غالب يعني السيد العبادي ما رح يشارك الحكيم ما يشارك العامري قال أنا ما شارك بالحكومة خلاص الحكومة المقبلة ستكون حصة الشيعة رح تكون كلها لسيد المالك يعني حسب السياقات الموضوعية إي يعني هو إيش يصير لأنه إذا كان هؤلاء ما يشارك بالحكومة منين يجيبون حكومة يجيبون حكومة من خارج الإطار سيد مقتد شي سكت بعد ما يسكت سيد مقتد لن يسكت السيد مقتد الصدر لن يسكت لن يسكت مو يعني داقول عليه استغفر الله يعني هو مخرب لا لا هو يعتقد إلى أنه المالك يعتقد أن المالك هو بسمار في نعشه هذا واقع لا بد من الاعتراف به حتى نصل إلى حلو ناجعة كما أن المالك يعتقد أن السيد مقتد هو العقبل أخي العزيز أن هذه التسريبات سواء كانت صحيحة أو مصحيحة مفبركة ما مفبركة العصرين الأساسيين اللي صارت بينهم مالك وكذا هم منه هو الإطار التنسيقي والسيد مقتد الصدر هذا يقول مفبركة هذا يقول يجب توجه القضاء لكن يقول لازم أدواج ها للقضاء فهذه القضية بنيوية يا أخي العزيز هذه القضية بنيوية ومن الصعب حالها بس هذا سؤال إذا الإطار التنسيقي الآن الذي يقدم ورقة عمل هل سوف يذكر في بنوده إلى أنه يجب حصل السلاح المنفلت بيد الدولة بشكل صريح ما ما يعني هذا يعني يعني شلون شلون تريد شلون شكرا أحد ما قلت هل تطرحت قلت السلاح المنفلت المشكلة هل سنحتي هو سلاح هو غير لا هو غير ليش يجواب عني هو غير أنا سأل هذا السؤال هو أنا سأل سؤال على طب من الإطار التنسيقي أقلهم إلى أنه أول وحدة هذه القضيات إلا أنه هل شنو عندك الثانية أبو عمار نقطة وار شنو الثانية حتى أسأل أستاذ وائل وأروح الأستاذ رائل شنو الثانية الثانية يعني إلى أنه يعني خلينا نتكلب هل يسبح أو هل يمنع أو يقول إلى أنه مثلا لا يجوز لأي قوة عسكرية أن تنتهك صلاحيات رئيس الوزراء وتدخل عليه وتدوس صورته بالقندرة شنو ما أعرف يعني شنو تنسو نفسك ما تعرف يعني بس أستاذ وائل يعني مون حشد طبوا بالمنطقة الخضراء أستاذ وائل مون حشد طبوا بالمنطقة الخضراء ودأسه ودأسه وصورة الكارب من البندرة ممكن يتكرر هذا المشهد مستقبلا لكن أعتقد لا أعتقد لا أعتقد تكرار هذه ماكو تكرار ما ماحيصير هذا الشيء لن يضرب أحد بكذا أستاذ أستاذ رائد ليش الإطاريين تخلوا عن مبادرة أنه منح الحكومة للمستقلين رئاسة الحكومة كان الإطاريين يريدون من حول المستقلين شوف أستاذ عدنان نحن مرات نناقش ونضيق من حجم المشكلة هي المشكلة أكبر من المشكلة ما بين السيد الصدر والمالكي هي مشكلة بلد كامل العراق خلال هذه العشرين سنة العقدية إذا ما يسوي تغييرات هيكلية عميقة في اقتصاده في توجهاته في بناء الدولة العراق رايح للتهلكة العراق رايح للتهلكة كدوه العملية السياسية أستاذ رائد لأنه إن شاء الله الأكبر هاي آخر أحصاء آخر مسح إلى مالوزارة التخطيط ومع ماله نسبة البطالة بين الشباب 35% هاي النسبة الرسمية أي من هو يعادش هاي الملفات كلها إذا ما كوا معالجة سياسية هذا سؤالي هذا سؤالي هذا سؤالي أولاً ليس لنقول إحنا يراد توجهات أخرى منهج آخر في بناء الدولة في بناء الاقتصاد في تعفيذ في بناء المؤسسات إلى حد هذا اليوم ما عدم مؤسسات لا بل أذب أكثر من ذلك المؤسسات الموجودة لتفكك المؤسسة البرلمانية هم مشت مؤسسة الدستور هم مشت الآن يعني دعني وراء ما تقدم ليك هاي القضايا الكبرى فهل فهل هاي الحكومة أنا ما أتوقع من أي حكومة يتحلها لكن أنا أتوقع من أي حكومة تجي تضع القطار على السكة على الأقل تبني تقيم وتشخص هذه المشاكل الكبرى وتعمل على أنت تريد تهديم المعبد أنا أقول لك المعبد سيقع على كل هذا سيقع على كل البلد اليوم اليوم هاي ملاهين الشباب كل سنة أربعمائة كل سنة أربعمائة ألف واحد يضاف إلى العاطلين أربعمائة ألف شاب وبسن العمل يعني وين إحنا رايحين ونعندل نحشي صارنا تسوحة الشرعة من نختار الشخص ومن نختار الشخص وهاي الحسابات اللي هي الناس الأنضاجة منها سم ويمها ميمها القضية فهنا إذا أقول إحنا نعامل هاي الحكومة الإطار صار لشهر فقط والآن خلني بس بس أستاذ رات لا شي طاشان هاي كلها هو جزء من العملية جزء من العملية جزء من العملية لا وسبعة الشهر كانت خلافات أخرى اليوم نقول لي الفساد كان بيتر الضامن كانت دعوة لأغلبية نسمع لي بس إذا أكمل أستاذ وائد بس يكمل هاي نقطة إذا كانوا جادين فعلا يقدرون يقدمون على خطوات حتى قبل تشكيل حكومة وأجيب مثال الحكومة والدولة ومكاتب الاقتصادية هو قرار بيد الأحزاب وليس بيد الحكومة فلتعمل قوى الإطار والقوى الأخرى في تفكيك وإيقاف دور مكاتب الاقتصادية أستاذ غالب مداخلتك فلتعمل على إيقاف طلبة مداخلة بشكل سريع أستاذ غالب تفضل بشكل سريع أرجو بشكل سريع إذا جاء السوداني إلى الحكوم قلال الشهور الثلاثة الأولى إذا لم يقدم إنجازا ضخما وكبيرا حكومته تنقل شنو يعني الإنجاز الضخم الكبير شنو اللي يسوي مثلا شي يسوي يعني أبسطها محاربة الفساد أهمها محاربة الفساد إذا ضرب أربع خمس فاسدين كبار من الدرجة هذا إحنا مجتمع متخلف باو عليه مو ننتظر المؤسسات ما مؤسسات وإنما ننتظر المبادرات شكرا جزيلا إذا قام بعمل جريء وضرب فاسدين كبار ينجح أما إذا لا لا شكرا جزيلا أستاذ غالب الشابندر شكرا لأستاذ وائل الركابي وشكري أيضا لأستاذ رائد فهمي شكرا لضيوفي الكرام سؤال حلقة اليوم هل سينجح السوداني في إدارة المرحلة المقبلة بعد ترشيحي لرئاسة الحكومة أترككم مع إجاباتكم شكرا لكم ونلتقي غدا اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر